صلاة العشاء للعلماء في نهاية وقتها قولاً جمهور العلماء على أن العشاء له وقتان وقت اختيار و وقت ضرورة وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل يعني لك أن تؤخر إلى نصف الليل نصف الليل ما هو الساعة 12 كما هو معروف هذا اصطلاحي هذا انتصاف اصطلاحي فيش صيف و الشتاء و طول الليل أو قصر الليل الساعة 12 الثاني عشر لكن نصف الليل هو حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو نصف الليل وهذا يختلف قد يجيسى 11 قد يجيسى 11 و ربع على حسب المناطق واختلاف طول الليل و قصره القول المتفق عليه أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل اختياراً و من العلم من يقول ينتهي بمنتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة العشاء والعشاء في حديث عبد الله بن عمر وصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط نصف الليل الأوسط يعني نصف الليل الذي يتوسط به جانبي الغروب وطلع الفجر لأن هذا هو الليل الشرعي القول الثاني وقول الجمهور أنه يمتد بعد ذلك لكن في حال ضرورة يعني يجوز التأخير إلى ما بعد منتصف الليل عند وجود ضرورة واستدلوا لذلك بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوده وغسق الليل شدة ظلمته وشدة ظلمته تمتد إلى الفجر فيكون هذا وقت ووقت الطرار وهذا القول له حظ من النظر وهو قول جمهور العلماء لكن الأحوط والأسلم أن لا يؤخر الصلاة عن منتصف الليل لحديث عبد الله بن عمر وصلاته العشاء إلى منتصف الليل إلى نصف الليل الأوسط ترجمة نانسي قنقر